تبطان بالإجابة عزيزتنا أنا أتحدث أقول نعم مقعدين نعم ولكن على الرغم قرارنا بعدم المشاركة على الرغم من العرض المحترم والسخي جدا من الأخو في التيار الصدري للحكمة والحكيم في زيارة سماحة السيد مقتدى الصدر لسماحة الحكيم وزيارة الهيئة السياسية للتيار الصدري لسماحة الحكيم وطرحوا بأن يكون هناك مشاركة مناصفة للحكمة والحكيم وأن يكون ينظرون للحكمة بتأثيرها السياسي لا بمقاعدها النيابية نعم هذا الطرح كان واقعي ونشر في مواقع التواصل ونشر في وكالات الأنباء بهذا الطرح من الأخو في التيار الصدري ولكن الحكيم والحكمة كان قرارنا سيكون هناك انكفاء إلى الداخل إعادة ومراجعة لمنهجنة الداخلي ومن ثم إعادة إنتاج أنفسنا على الرغم بأن نعتقد بأنه هناك ظلما كبيرا وقع على الحكمة والحكيم مقارنة بما حققته من أصوات بالعودة لسؤال جنابك حتى نجيب عليه بتفصيلات أتحدث أقول المحكمة الدستورية المحكمة الاتحادية ذات عمقا سياسيا يعني تقريبا كل المكونات ذات عمقا سياسيا أي هناك تمثيلا سياسيا للمكونات السياسية بالنتيجة هذا نعتقد بأنه قضية المصادق على نتاج الانتخابات تحتاج إلى تصفية سياسية وحسم سياسي قبل المضي باتجاه المحكمة الاتحادية أن تصادق على نتاج الانتخابات وإن شاء الله نشوف انتخاب السياسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر